أتمنى هو أن أرني أفدتكم بهذه المداخلة وأن أتكلمت معكم بصراحة دون لف ودون دورة ما عندي احتى مشكلة مع القبيل نقولها ونكررها وليس خوف من أي كائن فوق الأرض قناعة أحملها ما عندي احتى مشكلة مع القبيل الشرفة الأخيار الأحرار والتلفاميلة واللي هما لا يفرقون بين عربي وبين أمازيغي دس كل كيف كيف ناصرنا جزائريين متخاويين متناسبين متصاهرين الناس رأيش مع بعضها في الداخل وفي الخارج البارح واليوم وغضو مع نحتى مشكلة مشكلتنا مع هذا العنصريين مع هذا العرق الدساس هذا اللي رأيه ودرك هو منذ ما قبل الاحتلال وهو حب الجزائر هذه يستقصل هذا الشأس من العرب من المسلمين هذا هما هما عندهم مشكلة ما نحن اللي عندنا مشكلة معه واعتقد رأيه الأمر واضح فالإنسان اللي هو يحبه والدليل في ذلك هاني قلت لكم منعودة كرة ها هو هذا المعجم هذا اللي رأيه ميتكن المعليه ها هو منكم هذا الصالح بالعيد هذا ومع ذلك هكتشوف كيف شرهم يثيروا في البلابل ويثيروا في النعارات ومن بعد لما الناس بدأت تحرك قال انت رك تتحوس على الفتنة حنا رأينا نشره في الفتنة ورأي قلتها ورأي قلتها على إذاعة وطني ورأي مكتوبة ديرها في صفحتي في اليوتيوب الفتنة نائمة رحم الله من أيقظها أتمنى هو أني أرني أفتكم بهذه المداخلة لنلتقي إن شاء الله في فرص أخرى الأخ رشيد والإخوة اللي ربما تحبوا تديروا مداخلات للأسف شديد ما نش قادر على جل باش نفتح الخط اليوم عندي عندي اجتزامات عائلية نلتقي إن شاء الله في فرص أخرى إلى ذلك محين تقبلوا تحياتي سبحان الله خير